قام الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الصين ورئيس اللجنة العسكري المركزية للحزب شي جينبينغ بزيارة الوحدة الحادية والسبعين التبع للجيش الصيني التفاصيل في التقرير التالي اكد شي جينبينغ على ان جميع منتسبي الجيش عليهم الدراسة بتماعن لروح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وديولوجية تقوية الجيش في العصر الجديد وتطبيقهما بعناية وان يقوم الجيش بتنفيذ التوجيه الاستراتيجي العسكري في ظل الوضع الجديد وبالالتزام بمبدأ بناء الجيش سياسيا وتقويته اصلاحيا وتطويره تكنولوجيا وادارته قانونيا وبالتركيز على الجاهزية الحربية وباستيعاب قواعد ادارة الجيش وبنائه والقوانين الخاصة بعملياته القتالية كما طلب الشي جمهين بدفع التحويل والبناء للجيش بشكل ثابت من اجل الرفع الشامل للقدرة على النصر والوفاء بمهمة العصر الجديد التي منحها الحزب والشعب مشيرا الى ضرورة الالتزام ببناء واستيعاب الجيش من حيث الافكار والسياسة وتنفيذ روح مؤتمر العملي السياسي للجيش في بلدة جوتيان بشكل معمق وتعزيز بناء اللجان الحزبية على كافة المستويات طلبات العامة للحزب في الحقبة الجديدة والاطاعة بحزم لقيادة لجنة الحزب المركزية واللجنة العسكرية المركزية واكد شي جمهين على ان جميع مستويات القوات المسلحة ينبغي ان تكيف نفسها مع النظام الجديد لما بعد الاصلاح وتنفيذ متطلبات تحول الوحدات البرية وبنائها وابتكار طريقة جديدة لادارة الجيش وبنائه وعملياته وتشغيله لرفع قدرته القتالية